السلام عليكم ورحمة الله متتبعات قناة هند ميتا اليوم ان شاء الله نقدم لكم واحد القلاس سهل في تحضير مكونات ديال وقلال وايضا كي جلديد بالزب كانت من ان شاء الله بصفة ديال اليوم قناة الاعجاب ديالكم وكيف ديما ما تنسوش تتامع معي الفيديو من الاول تا الاخر فورة ممتعة بالنسبة للمقادر اللي سوف نحتاجون في هذا القلاس 1.5 لتر الكريمة السائلة 1.5 علبة عامرة نيسلي حليب مركز محلة اكياس الفاني قطع شوكولاتة باللوز المقطعة ممكن ترى اي شوكولاتة نطفر عنكم وعندي واحد جوج مع الكبار الكاكاو يعني ذاك المزيان وهذا منذج لطريقة تحضر الوصفة نحن سوف نقب هذا كنسب لتر الكريمة السائلة ونبعد نضيف لها المقادر الأخرين بالنسبة لي ممتوب فرش عند الكريمة السائلة وممكن تعودها بلوز خنيشات بودرة الشانطية لكي تطلب الحليب حتى هي ركاة جزوينة في القلاس هنا كنضيف للكريمة دي كنسبة للحليب مركز المحلة اللي ممكن تصابوه في الضر ايضا مش بضرورة تشري وراكيت تصاب سواءا بالحليب السائل او بالحليب ديال نيدو ومن بعد غاز نضيف هدوك جوج اكياس ديال فاني ممكن تعودوهم بالقوص ديال فاني الى عندكم او ممكن تعودوهم ايضا بالفاني سائلة او بدك لكس تخيل ديال فاني اللي كيتبع ايضا عند اصحاب لوازم الحلويات هدوك كيج رائع التهوى سوف من بعدها نطرب هدو المقادر حتى يطلعو شوية وانطلقا ان شاء الله معالكم على موسيقى هنا كما تشوفو وضعت هدوك السيركل ودرت لها بابي في الماء كله مجنب وملتحت سوف نقوم فيها هدوك الخالط بنسبال هدو الخالط اللي هو الممكن تضيفه ايضا من ديال فاني لا بغيتو سوف نسترحوه مزيان ومن بعد ان شاء الله سوف نضيفه باش نحط الجزء الثاني موسيقى هنا نسيت ما وضحت لكم ان الخالط كان قسمه على الجزء يعني الجزء الاول كيبقىها الكاكا و الجزء الثاني ضفتله هنا يجوج معالقة ديال الكاكاو و سوف نحركه ممكن ايضا تعودو هدو الكاكاو بشوكولاته يعني تكون سائلة دخليوا التاسبر و اضيفوها على الخالط هنا بعد ما نسج من هدوك الخالط نضيفه كل قطعة ديال شوكولاته باللوز او اي شكرة نتوفر عندكم سوف نعود دخل المرة اخرى هدو الخالط مزيان ثم نضيفه على الجزء الأول بعد موضع الجزء الثاني سوف ندخل هذا القلاص المجمد ليلة كاملة حتى يقبط رسوم جيدا ثم نضيفه في السابقة الوضع ليلة كاملة في الصباح اضرت لها مزيد من شكولات وضيونتها بحب البداية شكولات كانت من الوصفة اليوم على الإعجاب لا تبخلوا عياب للجيم و بالتعليق الى فيديو قادم ان شاء الله بسلام عليكم شكرا شكرا